السلام عليكم أخوتي إن شاء الله ستكونوا ملاح هتسجيل خصيصا لشعبة هندسة ميكانيكية رح نشرح فيه باختصار كيف نعمره الجدول اللي مع دراسة الصنع وهو جدول التمهيدي لتحليل الصنع هذا يأتي فيه الرقم والعمليات والمرحلة والمنصب او الالة يعني على حسن ما يكتبوا لك هما كي تشوفوا قدامك اول حاجة تديرها تعمر الخانة الاولى والتالية الاولى اللي كتب لك فيها رقم 100 وهي ديما 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 تكتب فيها في العمليات مراقبة الخام وفي المنصب او الالة اكتب الورشة لا تحوش تفهم اكتبها وخلاص هذي اول مرحلة بعدها تروح تعمل الخانة الاخيرة كامل 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 تكتب فيها مراقبة نهائية وفي المنصب او الالة اكتب مخبر المراقبة ورقة تخلص منه وما الزوج اه يبقى ولك الزوج في الوسط خاوين ولا ثلاثة او ماكسيموم الزوجة اكتب السطح التي تتم فيها الخيراطة وتدير في المنصب او في الالة الخيراطة ولا تفريز تاني في المراهة اكتب تفريز ولا خيراطة تاني على حسب الشكل اللي متدهولك اه نجيو للتتقيب هذا اخينا ديما في التالي ديما اي مرحلة ما قبل التالية اكتب السطح اكتب السطح لديهم هاد تتقيب اكتب السطح لديهم هاد تتقيب والمنصب ثاني وراك عمرت الجدول بكل سهولة اتمنى ان اوصلت لكم الفكرة بوضوح وبالتوفق السلام عليكم